اشتركوا في القناة وبهذا الصدد اكد سعادة نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة بهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية الشيخ سلمان بن محمد الخليفة اكد ان هذا الاجتماع يأتي استجابة لتوجيهات اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بضرورة تعميم التقنيات الحديثة لحماية امن المعلومات على الجهات الحكومية والعمل بشكل متكامل من اجل التصدي لأي تهديدات تواجهها واضاف ان الاجتماع يصب في اطار خطة الهيئة لتطبيق المعايير الامنية الاساسية التي من شأنها تعزيز مستوى الامن في الشبكة الحكومية من خلال تقليل المخاطر السبرانية المتزايدة التي تواجهها مملكة البحرين وان الهيئة تسعى باستمرار من خلال جهودها المختلفة لتعزيز المستوى الامني للبنى التحتية والانظمة والخدمات الالكترونية الحكومية تطرق الاجتماع ايضا لتحديد اطار العمل لنظام الحماية الطرفية المتقدم المعتمد للحكومة وخطة تطبيقه الى جانب المتطلبات والاحتياجات اللازمة من قبل الجهات الحكومية التي من شأنها ان تمهد الطريق لتطبيق النظام بشكل سلس وسريع كما استعرض الاجتماع خطة تدريب موظفي الحكومة على النظام الجديد وتمت الاجابة على اسئلة الحضور حول النظام وتوضيح الاستفسارات فيما يلتبس حوله الاجتماع الرابع لسقور امن المعلومات ناقش موضوع الحماية الطرفية المتقدمة اللي راح يتم تطبيق ان شاء الله خلال الشهر القادم على جميع الانظمة والاجهزة الحكومية بملكة البحرين حيث قام الفريق الفني المكون من كوادر وطنية مؤهلة بهيئة المعلومات الحكومة الالكترونية بعمل دراسة تفصيلية شاملة لاختيار المنتج المناسب اهمية الورشة هي راح تعطينا رؤية شاملة عن النظام الحماية اليديد وراح نعرف الفرقات بين النظام السابق والنظام الحالي بتساعدنا الورشة نحن نعرف مميزات النظام اهم خصائص النظام احنا كنا من اوائل الجهات الحكومية اللي احنا طبقنا النظام والحمد لله كمرحلة اولى النظام ساعدنا نحن نتخطى ويد من المراحل او المشاكل اللي كانت مسبقا نواجهها بالنظام السابق التحديات اللي موجودة حاليا في مجال امن المعلومات جدا كبيرة سواء كان على مستوى مملكة البحرين او على مستوى العالم باجمعه وجود هذا النظام الحالي راح يتصدق الى الهجمات الالكترونية واللي بالتالي راح يأمن الانظمة والمعلومات الموجودة في الجهات الحكومية